عزيزي المستمع، تخيل لو كنت تمتلك قوة داخلية لا تقدر بثمن تمكنك من التحدث أمام الجماهير بثقة ومواجهة التحديات بثبات وتحقيق أحلامك بلا حدود هذه القوة السحرية تعرف بالثقة بالنفس في هذا البودكاست سنتحدث عن أهمية الثقة بالنفس وكيفية تعزيزها في حياتنا قبل أن نبدأ في التحدث عن كيفية زيادة الثقة بالنفس دعونا نفهم معناها بشكل صحيح الثقة بالنفس هي حالة إيجابية تمكننا من الاعتماد على قدراتنا ومهاراتنا وقيمتنا الشخصية إنها الثقة في القدرة على التعامل مع التحديات والمواقف الصعبة وتحقيق النجاح تلعب الثقة بالنفس دورا حاسما في جودة الحياة والتحقيق الشخصي عندما يكون لدينا ثقة بأنفسنا نشعر بالإطمئنان والراحة والقوة الداخلية نستطيع أن نواجه التحديات بشجاعة ونتعامل معها بثقة نتحرك باتجاه أهدافنا بدون تردد ونتقبل المخاطر بثقة في قدرتنا على التعامل معها بصفة عامة الثقة بالنفس تساهم في بناء علاقات صحية وناجحة وتعزز تواصلنا مع الآخرين وهي الجوهر الذي يمكن أن يحدث تحولا إيجابيا في حياتنا إنها القوة التي تسمح لنا بالوقوف بثبات أمام التحديات وتحقيق الأهداف والتغلب على المخاوف والشكوك إنها الداعم الحقيقي لنا في رحلة النمو والتطور الشخصي إن الثقة بالنفس ليست صفة مكتسبة منذ الولادة بل هي نتاج عمل دؤوب وتعلم قد تمر بالعديد من التحديات والتجارب التي تؤثر في ثقتك بنفسك لكن لا تدع الأوقات الصعبة تقلل من قوتكم فالثقة بالنفس هي صفة يمكن تنميتها وتطويرها على مر الزمن إذا كنت تعتقد أنك تستطيع أو تعتقد أنك لا تستطيع في كلتا الحالتين ستكون على حق بهذه العبارة الرائعة وضح الشاعر الأمريكي هينري فورد كم تكون ثقتك بنفسك مؤثرة إن الثقة بالنفس هي ركيزة أساسية لنجاحنا في الحياة وتحقيق طموحاتنا دعونا نكتشف معا مدى أهمية ثقتك بنفسك وكيفية تهزيزها الثقة بالنفس هي رؤية إيجابية وقوية لذاتنا وقدراتنا إنها الإيمان بأننا قادرون على التعامل مع التحديات وتحقيق ومع ذلك يمكن أن تتأثر ثقتنا بعوامل مختلفة مثل الفشل المتكرر التوقعات السلبية من الآخرين والمقارنة المستمرة مع الآخرين لتعزيز الثقة بالنفس أولا يجب أن تتقبل نفسك قبول نفسك بكل صفاتك الإيجابية والسلبية هو أساس تعزيز الثقة بالنفس فلنتقبل أنفسنا كما نحن ولنتعلم من أخطائنا ونعمل على تحسين أنفسنا بدون انتقادات عنيفة العمل على تحسين النقاط التي نود تطويرها سيساهم في زيادة ثقتنا في نفسنا ثانيا تذكر إنجازاتك خلال رحلة الحياة حققت الكثير من الإنجازات سواء كانت صغيرة أو كبيرة قم بتسجيلها وتذكرها بانتظام هذه الإنجازات تعكس قدرتك على التحقيق وتعزز ثقتك في قدراتك ثالثا تحدى الخوف الخوف والشك يمكن أن يكون عوائق الثقة بالنفس لكن القفز خارج منطقة الراحة ومواجهة المخاوف يمكن أن يساعدك على تعزيز ثقتك بنفسك جرب تحقيق تحديات جديدة واكتشاف قدراتك المختلفة ستكتشف قدرتك على التكيف والتغلب على الصعاب المظهر الجيد كرابع نقطة ولا يعني ذلك أن تكون مثاليا ولكن العناية بالمظهر الشخصي يلعب دورا في زيادة الثقة بالنفس قم بالاهتمام بنظافتك الشخصية والمظهر الذي يعكس ثقتك بنفسك واحترامك لنفسك حدد أهدافا واقعية ومحددة عندما تعمل نحو تحقيق هذه الأهداف ستشعر بالتقدم وتزيد ثقتك بقدرتك على تحقيق المزيد استمع إلى نفسك الداخلية لا تدعي الشكوك والأصوات السلبية تسيطر على تفكيرك استمع إلى الأصوات الإيجابية داخلك واعتمد على تفاؤلك وإيمانك بقدراتك وأخيرا ابحث عن الأشخاص الذين يدعمونك ويعززون ثقتك بنفسك قم ببناء علاقات صحية ومثمرة مع الناس الذين يؤمنون بك ويحفزونك على تحقيق أهدافك تذكر أن البيئة المحيطة بك لها تأثير كبير على ثقتك بنفسك في الختام ثقتك بنفسك هي أهم سلاح تملكه في رحلة الحياة عندما تكون واثقا يمكنك تحقيق المستحيل وتجاوز الحدود ثق في قدراتك واحتضن قيمتك الفريدة استمر في تعزيز الثقة بنفسك من خلال التقبل الذاتي وتحقيق الإنجازات وتحدي الخوف لا تنسى أن الثقة بالنفس هي رحلة فابدأها اليوم واجعلها رفيقة دائمة في حياتك